احنا بجرين نتكلم في حاجة مهمة جدا يعني تصحيح كويس او تصليح عملية تجميل الانف حلو نتكلم بس السؤال اللي بيجيلي اللي عينين انا انفي مش عجباني عملت عملية وانفي مش ايه مش عجباني هنقسم المشاكل نوعين مشاكل ظاهرة ومشاكل العين هو متداية اوكي كويس العين اللي متداية بقوله كلمة واحدة بس طب انت معاك صورة ليك قبل العملية يقول لي اه او لا اه بشوف العين ممكن دي بقى العملية حلوة جدا انا بقى يعني بس هو نفسيا مش غاضي ايه مش غاضي بيها مش غاضي بيها فانا بحاول بشويش انه فاهمه ان الموضوع اوكي اوكي فيه ساعات ببقى فعلا فيه دفوهات صغيرة في العملية دفوهات صغيرة فبقوله هتصلح تصلح امتى بقى ايوه مش اقل من 6-19 من العملية الاولانية بعد ما حاك تعمل العملية اللي هو واحد عمل عملية مش عاجبها او فيها مشكلة حال 6-9 شهور من العملية الاولانية اقدر عمله اسمها ريدو او العملية اللي تاني اعادة تاني مرة طيب بره بيبقى عندي فايلينج العين عمل ايه بالزبط الترتيب بتاع العملية لان انا هميني العين خد غضريف من فين عاد بلاق الانفي من فين هلا خدها من حاجز الانفي خدها من وراء الود خدها من فين بالزبط اوكي كويس وبعد كده بقول للعيان احنا عشان نوصل للحاجة اللي انت عاوزها انا اتطار نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة اوكي كويس فانت موافق it's okay مش موافق برضو it's okay عمليات الانفي لازم العيان يبقى فاهم كويس اوي انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه